صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفون على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر حلقة الجمعة 9 ديسمبر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير يا فاسانت سؤالنا النهاردة اللي ربما يعني حنتكلم فيه طول الحلقة وحنتفاعل فيه مع حضراتكم نتمنى أن نتبقى فيه إجابات مهمة عليه هو سؤال اجتماعي هو سؤال بيخص كل المجتمع المصري كل أفراد الأسرة المصرية وهو برضو بيعتبر ميزان مش على قد ما هو سؤال على قد ما هو سؤال هو ميزان هو ميزان لعلاقتنا الاجتماعية مع بعض هل ما زالت علاقتنا الاجتماعية زي ما هي ولا وسائل التباعد الاجتماعي أثرت فيها سؤالنا النهاردة لسه فيه لمة العيلة يوم الجمعة ولا لا الكلام ده كان زمان بس ولا لسه موجود دلوقتي هل يوم الجمعة اللي هو النهاردة بيمثل لحضراتكم لقاء لكل العيلة ولا الكلام ده ما بقاش موجود نتمنى تشاركونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالرامج صباح الخري مصر سرتيفايت طبعا بالعلامة الزرقاء موجودة على كل مواقع التواصل ننتظر إجابات حضراتكم اللي احنا تفاعل معها بالتأكيد يعني خليني أقولك يا مصطفى يمكن يوم الجمعة ده من أهم الأيام فيه طقوس كده عند المصرين سواء في العيد أو في رمضان أو في الجمعة دايما لازم يوم الجمعة يعني لازم الناس يجتمعوا على طرابيزة واحدة هي طرابيزة الفطار فبعد الصلاة كل طبعا أب أو أخ في البيت بينزلوا يصلوا وستات بيفضلوا مستنيين شوية لما بيرجعوا بنفضل كلنا قاعدين بناكل كلنا مع بعض بنفتر مع بعض الفطار الحلو المصري الأصيل ده الفلو الطعمية ونفضل بقى نتكلم ونحكي اللي حصل معنا في الأسبوع اللي بيحصل الأخبار فيه كلام دايما وصعد كتيرة كان بيبقى طبعا تجمعات عائلية موسعة شوية يعني الخالة تيجي والعمة تيجي والكلام ده كله لكن للأسف احنا دلوقت يمكن في وقتنا ما بقاش ده موجود زي زمان للأسف احنا بقينا عايشين في عصر السرعة جدا ما بقاش حد فاضي زي الأول ما بقاش فيه تجمعات الأكبر اللي احنا كنا بنشوفها يمكن زمان شوية وبقيت على قد الأب والأم والأولاد ده لو حصل لأنه دايما بيبقى فيه لو الأولاد كبروا شوية يا إما الناس دي مع صحابهم يا إما رايحين يعملوا حاجة يا إما لو فيه تمارين يا إما لو قاعدين على الموبايل زي ما أنت قلت يا مصطفى وسائل التباعد الاجتماعي بقينا دلوقتي كلنا قاعدين مع بعض لكن مش مع بعض كل واحد فينا قاعد ومسك موبايله أنا شخصيا بعمل ده غزبا عننا بقينا تبقى قاعد مع الناس يجي كده إيه زي نوتيفيكيشن فأنت لازم تبص وبياخدك بقى الوقت طبع فبيبقى الموضوع سعب شوية لو شغلنا كمان في الأخبار وفي البتالي يخليك طول الوقت دماغك شغالة مع اللي بيحفظ كله كله حتى الأطفال دلوقتي وما قاعد في فقاعة كده ومفصول العالم على أي حال الأكثر حظا في القصة دي هم أبناء القرى والغيف حقيقي إحنا اللي مظلومين أبناء المدينة المظلومين ومحرومين من لمة العيلة ومحرومين وما بيسموهم الجزور واسم جميل قوي وما فعلا الجزور الجزور دي العائلة إن انت تبقى عليك امتداد في قرية تانية أو في حتة تانية بترجع فيها بقلبك بتلبس بقى الجلابية وبتقعد في الخضرة وبتشوف الناس الجمعة ده يعني مش لمة العيلة بس يعني ريحة الطعمية السخنة يعني ضحكة العيال الصغيرة اللي بنسمعها يعني الكبار قاعدين بيتكلموا في اللي حيحصل واللي يا حيجرى الإسبوع ده ومش عارف ده بوتن عمل ايه والحرب حتقول والعيال هناك بتتحك وبتقول ففي أجواء كده ربما أعتقد أن هي كانت سمة من سمات المجتمع المصري وللأسف بتتضاءل وأعتقد واعتقادي يعني أعتقد أنه في محله أن زي ما الموبايل مأثر هنا في المدينة هو برضو مأثر في القرية أكيد 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 كلنا بشكل ما تأثرنا لكن في بعض العائلات لسه متمسكة يعني الحاجات الحلوة قوية اللي احنا متودين عليها من زمان ويمكن دي من العادات العربية الأصيلة يعني ومصرية جدا أن احنا نبقى عادين كلنا مع بعض كده أنا فاكرة بنسح الصبح كلنا ونقعد شوية وبعدين بعض الصالة كلنا بتدي نفطر وزي ما انت قلت الفطر المصري ده والله العظيم فعلا من الحاجات اللي بجد حلوة اللي بجد بتعمل ترابط حلوة قوي ما بين العيلة وبعضها أنا فاكرة مثلا بابايا يعود يسألني على مدرسة أو جمع أو شغلي وأنا قاعدة أسأل أخويا ومامتي وبابا فبتبقى لما حلوة كده وفي نفس الوقت كمان النهاردة يمكن بنلاقي أمهات كتير قوي على عرف جروبس الماميز بيعضوا يشتكوا أن أولادنا مش قادرين يعودوا معنا على طول مسكين الموبايل أو مسكين مش عارفة إيه فيمكن دي بقيت حاجة دلوقتي بيعاني منها كتير من الأباء والأمهات أنهم مش عارفين يخلوا ولادهم يتعلقوا مرة تانية بالعادات والتقاليد المصري الأصيلة زي أن احنا نبعدين مع بعض على الأكل أو صفرة الأكل وإحنا مش مشغولين بحاجات تانية وإحنا مركزين فيعني زي ما مصطفى قال إحنا عايزين نعرف من حضراتكم أنتوا بتعملوا إيه هل أنتوا فعلا لسه في حياتكم لمة العيلة يوم الجمعة ولا الكلام ده كان زمان بس لكن خلوني كمان أسأل مصطفى أنت يا مصطفى مع بنيتك بتعمل كده دلوقت طبعا ده الجمعة ده هو المقدس عموما وفي الآخر هتلاقيها في نطاق الأسرة بس ومش هتلاقيها في نطاق العائلة ولو كان في نطاق العائلة اللي هو أنت وإخواتك مش هاربا في نطاق العائلة الأكبر اللي هو في نطاق ولاد خلتك ولاد عمامك فللأسف الشديد إقاع المدينة الشغل بشكل عام بيخلينا نبتعد الموبايل من أهم وسائل التباعد الاجتماعي بيخلينا يعني على اعتقاد أن إحنا متواصلين مع الكل علشان فيه love أو like أو care لكن في الحقيقة أنت ما بتشوفوش أنت شفته من إمتى حبيبي أنت ما قالك سنة ما شفتوش فده زي ما هو موجود في المدينة هو موجود في القرية ولكن القرية طبعا بالتأكيد أكثر حصدا لأن ما زال لسه فيه روح العائلة هناك وروح الترابط الأسري وروح المحبة والموادة اللي بعتقد أنها تعم يعني من أهم الحاجات اللي إحنا مفتقدينها في المدينة في الوقت الحالي حقيقي عمتا إحنا حابين نعرف من حضراتكم تجربتكم الشخصية يعني عايزين نعرف هل لسه فيه لمة العائلة يوم الجمعة ولا الكلام ده كان زمان بس ولو كان زمان النهاردة بقى يوم الجمعة هتعملوا إيه النهاردة لوين تعودوا تفتروا مع بعض بعد الصلاة ولا هتعملوا إيه إجابتكم كلها عن استعارضها إن شاء الله خلال الحلقة النهاردة وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصباح لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر